تستطيع الكذبة المحكمة أن تصل من بغداد إلى القسطنطينية فيما الحقيقة لا تزال تبحث عن نعالها وهذا المثل العربي ينطبق على الشرق الأوسط كما هو الحال هنا في السويد وأكثر من ينزعج من أنني كسياسي أتوجه إليك مباشرة باللغة العربية هم الإعلاميون وأصحاب السلطة على مختلف المستويات الذين لهم مصلحة في تأويل رسالتي وتشويهها قبل أن تصل إليكم ولماذا ذلك؟ بالطبع فالأمر يتعلق بالسلطة إذا كان بإمكاني التحدث إليك مباشرة فلن يعود بإمكانهم تحريف كلماتي لجعلك تفكر كما يحل لهم إنهم يفقدون القدرة على التحكم فيما ينبغي لك أن تفكر فيه هذه محاولتي لشرح ما أعتقده بالفعل بدون فلتر سواء أكنت تريد الاتفاق معي أم لا الأمر متروك لك وليس لأي شخص آخر أن يتحكم في ذلك في السويد لدينا عدد من القوانين الدستورية إنها أساس ديمقراطيتنا ومن بين أمور أخرى فهي تحدد حرياتنا وحقوقنا وهي أيضا جزء كبير من السبب في أن بلادنا ومنذ فترة طويلة هي دولة يهرب إليها الناس ولا يهربون منها ومن بين هذه الأسس حرية التعبير أن يكون لدي الآن الفرصة لأقول ما أعتقده وأنه يمكنك أن تقول ما هو رأيك والشيء الآخر هو حرية الدين وهذا يعني أنه لديك الحق في الإيمان بدينك بغض النظر عن الإله أو الكتب المقدسة التي تؤمن بها لكن الحرية الدينية تعني أيضا التحرر من أن يفرض الدين نفسه لسوء الحظ هناك كثيرون في العالم وفي الوقت الحاضر أيضا في السويد يجدون صعوبة في قبول حقيقة مفادها أننا في السويد لا نسمح للدين بأن يتحكم في قوانيننا أو يحد من حياتنا الفردية أدرك أن أسلوب حياتنا هنا في السويد قد يبدو غريبا أو غير مفهوم على الإطلاق بالنسبة لك أنت الذي ربما تتحدر من خلفية أو لديك خلفية في ثقافة تعطي للدين مكانة مركزية في الحياة اليومية أو أنك قد تكون من الذين نشأوا على الاعتقاد بأن الكتب المقدسة والأنبياء هم من يحددوا كيف ينبغي لنا أن نعيش حياتنا ونشكل مجتمعنا أستطيع أن أفهم ذلك لكن الحرية الدينية باتت أمرا طبيعيا مفروغا منه بالنسبة لنا نحن السويديين لأكثر من مئة عام ومن لا يستطيع قبول ذلك فلا أعتقد أن السويد هي البلد المناسب للعيش فيه بالنسبة له بل يجدر أن يعود إلى موطنه الذي جاء منه لأن السويد ستبقى دولة حرة وديمقراطية نعم أعتقد أنه يجب أن نكون قادرين على إغلاق المساجد التي ينخرط فيها الناس في التطرف السياسي والديني وهذا أمر قد نجح القيام به بشكل جيد في العديد من البلدان الأخرى فلماذا لن ينجح الأمر في السويد؟ كنت سأفكر بنفس الطريقة لو كان التطرف والتعصب متفشيا في المعابد البوذية أو حتى في الكنائس لكن هذه ليست مشكلة كبيرة في السويد الآن المشكلة هنا هي تنامي النزعة الإسلاموية ماذا أعني بالإسلاموية؟ طبعا خلافا للدين الإسلامي فإن الإسلاموية هي أيديولوجية سياسية تقول إن الكتب المقدسة للإسلام يجب أن تحدد قوانيننا وتتحكم في حياتنا الفردية وذلك يعني بالضبط ما وصفته للتو بأنه غريب بالنسبة لمعظمنا نحن السويديين نحن في السويد نميز ما بين الدين والدولة ولذلك فإن الإسلامي لا يعني نفس الشيء مثل المسلم هذان أمران مختلفان وهذا أيضا سبب رغبتي في التوجه إليك مباشرة عندما تفشل وسائل الإعلام والجهات الفاعلة الأخرى التي لها مصلحة في تشويه ما أقول ولا تؤدي دورها في الترجمة الصحيحة عندها يحدث سوء الفهم بسهولة سوء فهم خطير ومدمر أنا كسياسي ليس لدي أية آراء على الإطلاق حول ما يؤمن به الناس من إله إنها مسألة خاصة وأنا حقا لا أستطيع أن أفهم كيف يمكن لأحد أن ينزعج من ذلك إلا إذا كان إسلاميا لماذا يريدون حماية الإسلاميين لقد قلت ذلك من قبل وسأقوله مرة أخرى إنها شر هذا العصر إنهم يرغبون في إلغاء ديمقراطيتنا وحريتنا في التعبير يعني ذلك فرض دينهم على الآخرين ورجم النساء واضطهاد وإعدام المثليين جنسيا والمسيحيين واليهود إنه الزواج القسري والقيام بأشياء فضيعة ضد أجساد الفتيات الصغيرات واختطاف الأطفال وارتكاب أعمال إرهابية إنه شر هذا العصر وإن أنصاره والمتواطئين معه لا شأن لهم في السويد في اللحظة التي يحاول فيها شخص ما فرض دين على شخص آخر أو المطالبة بحقوق خاصة لطائفته الدينية لا تعود المسألة مسألة معتقد شخصي بل مسألة سياسية ويجب على السياسيين أن يقبلوا الحجة المضادة وهذا هو جوهر النقاش السياسي ولذلك فلا يصلح الاختباء خلف حرية الدين والتذرع بالتعرض للانتهاك لكل أن يفكر كما يريد بشأن رسالتي يمكنك الاعتراض والمناقشة وتقديم وجهة نظرك حول الأمر برمته ولكن ينبغي بالمقابل توقع الحجج المضادة الأهم في ذلك هو أنه يجب على المرء أن يواجه ما أقوله وأقصده وليس ما يدعي الآخرون أنني أقوله وأقصده إن الكذبة المحكمة تستطيع أن تصل من بغداد إلى القسطنطينية في الوقت الذي تبحث فيه الحقيقة عن نعالها ليس من النادر أن تتمكن الكذبة من سباق الحقيقة لذا من المهم توخي الحذر من اختار الانتقال إلى بلدنا لممارسة السلوك الحسن ولكسب الرزق لنفسه واتباع القوانين والعادات والأعراف السويدية يمكنه أن يؤمن بأي إله يريده فهذا أمر لا يهمني ومن بين مئات الآلاف من المهاجرين في السويد هناك العديد من أمثال الأشخاص الذين يساهمون ويريدون أن يكونوا جزءا من بلدنا إنهم ليسوا مشكلة على العكس تماما ولكن هناك أمر يجب أن يكون واضحا للغاية إن الإسلاميين وغيرهم من المتعصبين الذين يريدون إسقاط نظامنا الاجتماعي وديمقراطيتنا لا شأن لهم في السويد لا اليوم ولا في المستقبل